زي ما كنت اقولك انت اقترار ماخدش منك ثواني بسرعة روح ترايح يمكن باعتبار انت رئيس مخاطر فانت فكرت يمكن في المخاطر بسرعة زي ما انت كنت بتقول المية ممكن تبقى متلمس فيها كهرباء ممكن يحصل حاجة بس ده ما خلكش تراجعتي يا حازم يعني انت عملت حسب المخاطر بس روح تنازل برضه ما هي بص انت جزء من ادارة المخاطر انت تبقى ريس كتيكر على فكرة بس ايه بناء على الموقف يعني بناء على الموقف اللي انت فيه ما هو انت بص انت ممكن لو فكرت في الحاجات دي كلها وتأخرت الناس دي ممكن تروح ولو قايت دخلت فيه احتمالية كبيرة للنجاية فانت بتكالكوليت الموضوع بسرعة وتخش يعني ف فيه ناس كتير ممكن تقول الجملة اللي انت قلتها مالماية ممكن تبقى متكهرباء لا خليني يوقف بعيد اصلا هعمل ايه ما هويانا يا هم بس انت اخترت انك تروح تجيبهم برضه ما بص انا يعني بصراحة دي كانت حالة انسانية وانا بصراحة ما يعني مفكر يعني مخي افل بصراحة الامانة برضو وقلتها لا انا زي ما تيجي بقى فتتدخلت وفكرت بقى ايه بقى في الحاجات دي كلها جات في الزيني بقى وانا يعني في الطريق ليه وممكن تكون ممكن يكون عددهم كبير ما دي ورده جات في دماغي ممكن يكون عددهم اكبر من العدد اللي انا مطبع وانت حتى لو انت بتعرف تقومه بتعمل كنت ننفذ واحد ايه اثنين بكتب بس لو كانو تلاتة واربعة فده كله كان بيدور في الباك مايند عندك طبعا في ذهني يعني طول من رايح بس قلت بقى ايه بص خليه على الله انت خط القرار وان شاء الله ربنا يا كريم والحمدلله عدد يعني ومش في ذهنك انك كان ممكن يبقى في ناس تانية واقفة وتيجي بعد كده تساعد يعني انت خط القرار غير ما اتفكر اذا كان في حد هيشوفنا ويجي سعيدنا ولا لا بص انا اتلفت حواليا مليتش حد لسه وصل يعني قبل ما ادخل المياه ما كانش في حد لسه يعني تقريبا مكانش في حد لسه وصل بس بعد كده الحمد لله الناس بقى جت بعد يعني في نهاية لما الحمد لله طلعنا التلاتة وابتدوا الحمد لله يعني ده كان برضو يعني حاجة كويسة لان هما كانوا تلاتة وان هما ما كانش برضو كانش يعني ينفع نوم يدان نوم فوق سطح العربية لفترة طويلة لانتلم حدي كلنا ناس جات في الوقت ونسا بعد المطلع فوق السطح وبعد كده ساعدونا يعني وساعدنا بعض وطلعناهم مع بعض كلهم الحمد لله بأماني زي ما هو واضح في حد كان واقف بالصدفة فصور الفيديو بالموبايل بتاعه انت خلصت اللي انت عملته ده او يعني رضيت ضميرك زي ما بيقول وانقصت العيلة وخدتوهم وهدتهم ووصلتهم لحد البيت وروحت تمام ايه اللي حصل بعد ما روحت هل لقيت حد بعت لك الفيديو عني انت اول مرة تشوف الفيديو ده كان امتى كان تاني يوم يعني ما كانش في نفس اليوم انا روحت عادي البيت بقى وكده وطبعا كنت بقى في البيت كان مرزاري طبعا جريب جدا المادام راح تبصل انت كنت فيه اه لا كانت فيه صدمة يعني كان فيه شك كانت ما كانت بتوقع خالص يعني بس طبعا كنت لها الموقف فهي طبعا يعني 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 لما فهمت الموضوع طبعا طبعا قلت لك واس انت يعني برضو ساعت الناس دي بس قل لي بالك بعد كده المرة الجاية وكده برضو يعني خايف على اكيد اكيد اه وطبعا الاولاد طبعا البنات طبعا عندي حكت لهم مكانش بصدقين في الاول وفكريني كده بتعرف الاطفال في سن صغير وبيش بدركين قوي بالموضوع بس طبعا لما شاهدوا الفيديو بعد كده صدقوني يعني اه اه فكان رد الفعل يعني كان شوية كان فيه شوك حالة صدمة شوية في الاول بس الحمد لله يعني هدقت من روعهم كده في البيت عندي وانا بس انا اقول لك على حاجة يعني انا اليوم ده في اليوم ده انا كنت برضو شوية مش في حالة الطبيعية لانا كنت قاعد طول يوم كل شوية عمالها في تكر الموقف يعني يوم ما حتى لاحظوا علي في البيت رونتا ملك متدايق اه طبعا لانا الموقف ده انا اقول مرة انا شوف موقف زي كده يعني او اتعرض شوف ناس كت على باسك انها انها تروح يعني ما هواش موقف عادي مش موقف بيتكرر كل يوم يعني لا لا بس تاني يوم بقى انا كنت رحت بقى للشغل العادي تاني يوم وحكيت طبعا كل واحد بقى من زمانة بيحكي اللي حصل مع الموقف اللي حصلت معهم فانا حكيت لبعض زمانة برضو عن الموقف يعني قلت لهم شفتوا اللي حصلوا بتاعه والحمد لله رب الناس اطل ففي نهاية اليوم العمل لقيت واحد من اصحابي بقى في الشغل راح بعيت للفيديو قال لي انت انت ده حزم فطبعا انا بصتها فيديو قلت بقى ده اتصور اه اتصور فقلت له اه انا يعني وكده فبقى ام بقى ابتدوا بقى اصحابي اتدولوا مع بعض وابتدى بقى المتعارف طبعا السوشال ميديا اللي حصل بقى انتشر بقى بس انا طبعا الامانة يوسف يعني انا مكنش يتوقع حجم الانتشار الامانة يعني طبعا مكنش حجم مش في دماغك يعني انت انت قمت برد فعل انساني محض فانت قال ليه في دماغك ان في حد بيصور ولا في دماغك انه حد هيجي يساعد ولا ان اللتاع ده ينتشر ويبقى كل الناس بتتكلم عنه صحيح لا ده كان يعني اه بصراحة كان للمتوقع بالمرة الامانة الرد الفعلي بالنسبة لي كان مفاجئ جدا من كم طبعا انت بالنهاية بتحدي رسالة يعني انا برضو مكسوط ان ان الفيديو انتشر لان انت برضو بتحدي رسالة يعني الناس دايما لو شاكت حاجة زي كده موقف انساني حاجة زي ما تتردتش بفعل بخير ابدا انها تحاول تساعد على مساعد ما تقدر لان دي ارواح ناس في النهاية يعني عشان كده فده جزء برضو يعني يعني أنا وصلت لحاجة زي كده طبعا عشان رسالة يبقى واصلة كل الشباب وكل الأحباب وكل الصعب وكل الأهل البنات كده مش بس البناتك كده مش بس تأكدوا أن بابا بيتكلم بجد كده بقى عندهم بابا بطل مش إظهار يعني